شو ما فهوم العزي والكرامي لوهمتنا فيه من سنة الالفين لليوم يتفضل حدا يجي وبني خاصة هاو دي الببغائيين اللي حملين السوشال ميديا ومشيين فيها وما من النهار نهرنا وخلاصنا شو يعني العزي والكرامي يا استاذ طاهر وانت عم تطلع بابنك عم يطلع بالناس مش قادر يمنقوش تزع طريق كلها مش قادر مرتك تغطيها بحريم مش قادر بنتك تحط لها فريش تتنام شو بقي من العزي والكرامي ولا شيء صفر بعتونا أوهام حتى سقط هذا الوطن بعتونا أوهام حتى تدمر كل المعنويات عنا بعتونا أوهام حتى ما عدنا لأي نحالنا إلا بالشوارع ما حدا قادر يساعد حدا بيظل هذا التدهور الاقتصادي في البلد انتو شو عطيتونا غير هذا الوهم انتو لازم تتحاكموا هؤلاء الذين روجوا لهذه الأوهام لازم تتحاكموا ولازم تتحاسبوا ولازم تتوقفوا هذا الإصرار في أخذ الطائف الشعية واللبنانيين إلى مزيد من هذا الوهم الكبير خاصة بعد هذا الانكشاف اللي هلأ شوفناه في هذا الخبر الذي هو مؤلم على اللبنانيين أننا نرى أن هذا الهيكل بدل أن نستفيد منه يسقط يا أستاذ طاهر أنا بقدر تماماً مثل مدموعك هي دموع كل اللبنانيين اليوم ومثل هذا الأهر موجود بقلوبنا كلنا لأنه أهلنا ما في حدا منه نظمت من هذا الإهاني وهذا الذل لو بتشوف طابور الناس اليوم عم تسلق المصنع اللبناني السوري بتبكي علينا العالم دم شو حقق لنا السلاح وين حمينا السلاح دمرنا هذا السلاح هاي دي الحقيقة اللي حبيت أقولها لأهلنا وناسنا وأنا على كامل الاستعداد أني أتحمل تبعيات الشتائم والسباب والتخوين وما في مشكلة ولو كنت بعرف يا أستاذ طاهر بلحظة من اللحظات النقطة عنقي بينقذ هاي دي الناس وبيحمي كرامة هاي دي الناس وبدن يسبونا ويهنونا ويقتلونا ما عنا مشكلة فيها بس للأسف الشديد نحن قدام حقيقة أساسية وكبيرة أن لبنان والطائفة الشيعية الآن عم يعيشوا نكبة حقيقية الرهين الأول والأخير هو على عقلاء الطائفة الشيعية ومعهم كل لبنان ومعنا طبعا كل اللبنانيين بكل طواقفهم ومكوناتهم هل هناك أسانيد دينية حديث شريفة آيات كريمة يعني يمكن أن تسند إليها كل هذا الكلام فيما يتعلق بما يعني يواجهون به هم الناس لجهة يعني أن يرمى كل هذا العدد من الناس منهم هم قبل اللبنانيين ككل في التهلكة عندما لا يكون هناك قطرة حقيقية على المواجهة عندما لا يكون هناك هدف حقيقي سبب حقيقي عندما يكون هناك يعني أعداد أكثر تقنيات أكبر تكنولوجيات أهم عند من تحاربه فبالتالي كيف يمكن أن تقنع حضرتك من خلال ما تستندون إليه في الطائفة الشعية الكريمة بأن هذا الكلام الذي يواجه إليكم من آيات من أحاديث من أحداث تاريخية حصلت لا يمكن أن نعتمد عليها الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لهدم الكعبة بعض الرواية تقول سبعين مرة ألف مرة خليني بالمرة إن لهدم الكعبة أهون عندي من سفك دمائي مؤمن لك هدم الكعبة عند الرسول صلى الله عليه وسلم أهون من أنك تسفك الدماء هذا الطوريط لللبنانيين بإغراقهم بدمائهم هذه مسؤولية تاريخية ستحاسبون عليها مهما كانت النتائج القادمين عليها ستتحمل هذه المسؤولية الإمام الحسن عليه السلام بما أن الشيعة وفكرة الشيعة قائمة على تاريخ الآئمة وانتمائهم لهؤلاء الآئمة الإمام الحسن عقد الصلح وبايع لماذا؟ لأنه حقنا لدماء المسلمين لأنه لا يريد للمسلمين أن يغرقوا في الدماء الإمام علي عليه السلام عندما قيل له لقد تقمسها فلان وفلان في إشارة طبعا قومه في إشارة إلى أن الخلافة أخذت بالشورى منك ماذا قال الإمام علي؟ لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين نحن مش أفضل تفكيرا من الآئمة إذا بدقس من الناحية الدينية لماذا لم نتخذ هذا القرار اليوم؟ أنا ما عم بحكي هون بالاستسلم لا إسرائيل أنا عم بحكي لماذا لم نلتزم بما يحمي لبنان واللبنانيين ما التزمنا بس جينا هلأ مؤخرا نتباك أنه نحن مستعدين لتطبيق القرارات الدولية ومستعدين لوقف إطلاق النار بس كان فاتنا القطار يا أستاذ طاهر فاتنا القطار بكل معاييره نحن الآن أمام كارثة حقيقية أنا بتمنى وبسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا قوة في لبنان بس الشعارات ما بقى تحصل نتائج اليوم ما بقى فينا نعيش ناسنا بس بالشعارات ما بقى فينا نعمل تحليلات ونوهم الناس أنه نحن على أبواب النصر الكبير ضرب لبنان ضرب بكل مؤسساته ضرب بناسه ضرب بأهله الآن فيه لازم نفكر كيف سننتشل هؤلاء من هذه الورطة ترجمة نانسي قنقر